السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد في كل مكان النهاردة هنعمل مع بعض غرزة النص عمود وكنا الحلقة اللي فاتت شرحنا مع بعض غرزة الحشوة واملناها مع بعض نفذناها عملي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غرزة النص عمود فهي برضو اللي هنبدأ بها السلسلة زي مع انتوكم المرة الفاتر هنعمل غرزة مع كل غرزة جديدة هنعمل غرزة السلسلة علشان دي غرزة السلسلة دي هي اساس الكروشية هي الكروشية من الصف هنبدأ ناخد عدد من السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بعد كده هنبدأ نعمل غرزة النص عمود حياخد لفة وانت وحسيب اول واحدة هناخد لفة تاني واحدة اصبح عندي تلات لفات هسحبهم في لفة واحدة بعد كده هندخل في اللي بعد كده هنطلع بلفة اصبح عندي تلات لفات هسحبهم في لفة واحدة بعد كده سن الابرة قدامي زي ما قلت لكم بعد كده هنسحب لفة مع الابرة وندخل بها نطلع بلفة اصبح عندي تلات لفات بالنظام ده كده بعد كده بااخد لفة وارجع اخد لفة والأصحب هم كلك التلات لفات دون هشد اخد لفة واطلع بهم من الابى بين نظام ده كده. واحد اثنين الثلاثة. باخد لفة وانزل. فهي من غرز اللي شكلها شيء جدا. انا افضلها في اي حدا احبها او لا. فهي غرزة الحشوة. اصبحان دي اخر اللفة. هطلع الراويند اللي بعد كده. هاسيب اول واحدة زي ما علمتكم. بعد كده. هندخل في اللفة الثانية. بعد كده هطلع بلفة. وانزل. اخد لفة. واطلع بلفة. هذه الابرة سنات. وقدامي دايما. بعد كده. هنزل اخد لفة. واطلع بلفة. اصبح عندي ثلاث لفة. هشدهم بلفة واحدة. بالنظام ده كده. هاخدهم بلفة واحدة. بعد كده. هناخد لفة. واطلع بلفة واحدة. هدخل للخامل اللي بعد كده. هاخد لفة. هنزل. 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 لفة. سقطت راوند السجرة. هيا. هاصيل. هوا هسيب أول واحدة. هceland und wad. وحندخل في الثانية. أصبح عندي ثلاث لفات. هسحكم بلفة واحدة. اللي بعد كده. اصبح عندي ثلاث لفات۔ هسحكم بلفة واحدة. هذه هي غرزة النصف عمود في الحلقة القادمة سوف نقوم بعمل غرزة عمودين بلفة و من خلالها سوف نقوم بعمل غرزة السلسلة و سوف نقوم بعمل غرزة اتمنى للمبتدئين الحابين يتعلمون الكروشين انهم يتابعون صفحتي و قناتي لان ان شاء الله كل حلقة هنعمل غرزة جديدة و في حلقة هنعملها كانت طلب مني في التعليقات نعيد تاني غرزة السلسلة ان شاء الله هنعملها مع بعض علشان اللي ما شافش نعمل غرزة و قرزة لان نصف عمود ثم نأخذ رويند ثاني سنطلع سلسلة بعد ذلك نسيب أول واحدة نسيب دي و ندخل في الثانية على طول أصبح عندي ثلاث لفات هسحبهم بلفة واحدة اللي بعد كده زي ما علمتكم سن الإبرة قدامك البعض فيكم بداير الإبرة كده ويشتغل فبالذات هي صح ان سن الإبرة قدامك بتاخدي لفة عليه وبتنزلي تاخدي تاخدي لفة وبتطلعي بلفة وتسحبيهم بلفة واحدة بعد كده تنزلي تاخدي لفة وبتطلعي أصبح عندي ثلاث لفات وتسحبيهم بلفة واحدة بعد كده تاخدي لفة وتنزلي تاخدي لفة نجي بقى الآخر غرزة في الرون وناخد لفة وتنطلع بلفة أتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك في القناة واشتراك لكي يمثلكو كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر